من طبلهم كتبوا بآياتنا فأخذوا الله بذنوبهم أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فدخ بآل فرعون والذي من ينفدره فلقوا بآياتنا فأخذوا الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين تفعوا ستظلمون ومحشبون إلى يهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين تحتا فئة مقادل في سبيل الله وأخرى كافرة يرون من مثله رأي العين وَاللَّهُ يُؤَدِّلُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَ تَلِّكُ لِلْأَبِصَارِ زُيِّنَ لِنَّاسِ حَبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَسَانِ وَالْبَلِّينَ وَالْخَلَاقِينِ الْمُقَوْقَرَ وَالْبَلِّينَ وَالْظُلَاقِينِ الْمُقَوْقَرَ إِنَ الْتَهَلِ وَالْفِطَّةِ وَالْخَيْلِ الْسَوَّمَةِ وَالْأَلْعَابِ وَالْحَرِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِيدَهُ حُسْنُ الْمَابِ قُلْ أَنَبِّئُهُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْوا عِندَ رَبِّهِمْ وَالْجَمِنَّاتِ تَجْرِي بِدَحْتِهَا الْأَنْفَارُ تَجْرِي بِدَحْتِهَا الْأَنْفَارُ وَالْخَالِمِينَ فِيْنَا وَأَسْوَالٌ مُقَتْهَرَتُ وَأَسْوَالٌ مُقَتْهَرَتٌ وَإِقْوَالٌ مِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَصِيرٌ بِالْعِبَادِ